بص يا أدام شاور على أي مشروع أنت ممكن يبقى نفسك فيه أي مشروع في الدنيا تختاره هعملهولك واكتبه باسمك وهتبقى أنت مديره أنت ليه غوي فار؟ ليه عايز ابنك يحصله نفس اللي حصلنك؟ أنا مش فاهمك يا أدام يا حمزة بيه أنا عمري ما عملته غلط في حقياتي طول عمري ماشي صح ماشي جنب الحيات والصح عملك ايه؟ عملك ايه؟ انت مش كنت مرمي في السجن اللي قول أنا طلعتك؟ يا أدام مفيش اللي انت بتقوله ده اللي بيمشي صح واللي بيمشي جنب الحيات واللي بيمشي جوه الحيات كلهم بيروحوا في ده يا أدام يا بيفهمني أنا عايز ابني يفتخب بيه واسيب له سيرة حلوة من بعدي أيوا السيرة الحلوة دي يعني هيصرفها منين؟ هيروح يوديها فين وياخد بدالها فلوس يعمل بها اللي هو عايزه؟ فين؟ وبعدين هيصيرة الحلوة دي بقى هتنفعه ساعة لما بوي يبقى مديون ويتحبس ويبرد سجن وسوابق؟ هتبقى حلوة ساعتها؟ أدام أنا مش فاهم يعني أنت كنت هتضحي بحياتك عشان ابن واحد صاحبك مش عايز تتخلى عن شوية الأفكار اللي بتزن في دماغك دي عشان ابنك أنت؟ ابنك